السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد مع عبدالله الدين للاخبار يا جماعة عاملين ايه؟ طبعا ناس كتيرة عندها مشكلة لما بتيجي تغير من اندرويد لايفون والعكس في رسالة الواتساب بالتحديد ما بتكونش عارف ازاي تنقل الواتساب بالرسالة القديمة بتاعتك على موبايلك التاني او الجديد فانا في الفيديو ده جايب لكم الحل السحري لكزا مشكلة خاصة بالواتساب والرسالة وكمان اي ملفات محزوفة من عندك على الموبايل تقدر ترجعها بسهولة مع برنامج اي مايفون بس يا ريت ما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك وكمان تعملوا شتراك في القناة لو اول مرة تزوروني علشان الفيديو يوصل لكل الناس والكل يستفيد في البداية خلونا اعرفكم على موقع اي مايفون موقع ممتاز جدا وفيه مميزات كتيرة وبرامج كتيرة لكل حاجة انت محتاجها زي ان عندك برنامج للرقابة الابوية على الموقع كمان عندك برنامج اي مايفون دي باك اللي بيخليك تقدر ترجع كل الملفات المحزوفة من على الايفون او موبايل الاندرويد وكمان الكمبيوتر او اللابتوب او اي نظام سوفتوير بيشتغل عليك كمان عندك اوبشن او اداء اي ترانسور في الواتساب واللي من خلاله تقدر تنقل كل ملفات ورسائل الواتساب بين اندرويد وايفون بسهولة كاملة وبدون اي كيود كمان اي مشاكل خاصة بالسوفتوير او اعدادات الايفون او اي جهاز بيشتغل بنظام اي او اس تقدر تحلها وتعمل لها اصلاح بسهولة من برنامج فيكس بوك ده غير البرامج الكتيرة المختلفة اللي بيتحالك الموقع لو جيت هنا في قيمة الاختيارات هتلاقي عندك كل الاختيارات المتاحة اللي تقدر تستخدمها في الموقع عندك هنا فيه اوبشن استعادة واسلاح تقدر ترجع كل بينات وملفات الايفون زي ما قلنا كمان تقدر تصلح النظام لو فيه اي مشاكل غير انك كمان تقدر ترجع اي ملفات محزوفة من نظام الويندوز لللابتوب او الكمبيوتر بتاعك ونفس الكلام للماجبوك برضو ورسائل الواتساب وكل حاجة انت محتاج ترجعها لوحدها لتطبيق او ملف بعينه يعني بس احنا النهاردة هنركز على الواتساب ونتعرف على طريقة استعادة الرسائل المحزوفة عن طريق ايم ايفون دي باك اللي موجود منه نسختين نسخة الاي او اس ونسخة بتكون لاندرويد طبعا لو موبايلك ايفون تقدر تنزل نسخة الايفون ولو اندرويد تقدر تنزل نسخة الاندرويد وكمان هنعرف ازاي ننقل رسائل الواتساب بالكامل من موبايل لموبايل او ما بين ايفون والاندرويد عن طريق برنامج ايم ايفون اي ترانسور بس خليك فاكر ان علشان تقدر تستخدم البرنامج لازم يكون معاك الكمبيوتر او اللابتوب لان معظم برامج استعادة الملفات بتحتاج كمبيوتر او لابتوب في البداية احنا هنسجل على الموقع بالايميل بتاعك عادي طبعا في حالة الاندرويد هتحمل نسخة الاندرويد من على الموقع على طول ونفس الكلام لنسخة الايفون كل نزام ليه نسخة من البرنامج تقدر تحملها وكمان لجهاز الكمبيوتر اذا كان ويندوز او ماك بعد ما تنزل البرنامج هتسطبه عادي جدا وبعد كده هتعمل تسجيل دخول بالايميل اللي انت مسجل به على الموقع وهيفتح معانا البرنامج علشان نبدأ نرجع الملفات بتاعتنا طبعا البرنامج او السوفتوير نسخة الويندوز او الماك بتكون مدفوعة وبرده المعلوماتكم معظم البرامج اللي بترجع الملفات او من النوع ده بالتحديد بتكون مدفوعة ولكن احنا هنا عندنا خصم حصري 15% من ايم ايفون لكل المشاهدين هتلاقوني سيبلكم كود الخصم في الوصف مع رابط الموقع تقدروا تحملوا البرنامج وتستخدموا كود الخصم المهم هيزهر لك كل الاختيارات المتاحة في البرنامج لو عاوز ترجع كل ملفات الموبايل او تختار ملفات معينة ترجعها برحتك خالص احنا هنختار الواتساب ريكوفر علشان نرجع كل الرسالة المحزوفة والسور والفيديوهات وكل الداتا بتاعت الواتساب اللي احنا خسرناها او تمسحي طبعا اول حاجة هتطلبها منك البرنامج هو انك توصل الموبايل عن طريق اليو اس بي بالكمبيوتر وقبل ما نعمل الخطوة دي هنحتاج نتأكد ان اعدادات تصحيح اخطاء اليو اس بي مفعلة وعلشان نفعلها هتروح للاعدادات في الموبايل بتاعك وتدخل على لمحة عن الهاتف او اباوت فون وتنزل على اوبشن رقم الاصدار او البوليد نمبر وتضغط عليها كزا مرة وربع ده علشان يفتح لك خيار مطور البرامج بعد كده هترجع وتروح لعدادات النظام لو ما ظهرتش عندك في نفس الصفحة وتدخل على خيارات المطور وتروح لوبشن تصحيح اخطاء يو اس بي وتفعله وبعدين هنوصل الموبايل بالكمبيوتر او اللاب وهتلاقيه ظهر على طول قدامك معاك على البرنامج وطبعا بالنسبة البرنامج او نسخة اي مايفون دي باك فبيديك هنا كزا اختيار زي ما قلنا انك تقدر ترجع اي صور او فيديوهات او ملفات ضوعت من على الموبايل او اتمسحت من موبايل وطبعا هتقدر ترجعها بسهولة تمة وكمان رسائل الواتساب تقدر برضو ترجعها وحتى الملفات الصوتية اللي ممكن تكون اتمسحت عندك تقدر برضو ترجعها وكمان رسائل برنامج او تطبيق لاين طبعا بالنسبة الواتساب ولاين فليهم برامج خاصة بتقدر تنزل النسخ بتاعتهم من هنا وبعد ما ينزل هيفتح معاك نسخة البرنامج المخصصة لاستعادة الرسائل وتابع الخطوات وتستعيد اي شات او ملفات زي الصور والفيديوهات وكل شيء خاص بالرسائل تاني اللي اتمسحت وهي نفس الخطوات ايا كان موبايلك اندرويد او ايفون بعد كده هتختار اسم موبايلك المتوصل وتضغط على ابدأ والسيب البرنامج يعمل مسح علشان يقدر يرجع لك المحاسب بتاعتها التاني وبعد ما يعمل المسح هيجي لك قائمة بيانات الجهاز واللي منها هيجي لك حجم الملفات اللي اتمسحت او اللي ممكن تستعيدها تاني وبرضو بيزهر لك اخر رقمين من رقم الواتساب اللي انت مسجل به علشان تتأكد ان هو ده الرقم هتختار الملفات اللي انت عاوزها ترجع وهيجي لك رسالة بتطلب منك تحليل قاعدة البيانات يعني هيعمل مسح البياناتك في الواتساب مرة تانية علشان يقدر يرجع لك الرسائل هتضغط موافق وبعد كده هيطلب منك انك تدخل رقم الواتساب بتاعك اللي انت مسجل به هتكتبه وتدوس التالي وهيبدأ يعمل مسح على البيانات بتاعتك وبعد ما يخلص هتلاقيه قدر يرجع لك كل الرسائل او المحاسات بتاعت الواتساب بتاعك اللي اتمسحت وتقدر تشوف كل حاجة من خلال البرنامج وبعد كده تقدر ترجعها تاني وهنا فيه اختيارين او الاختيار تقدر ترجعهم او تحفظهم على الكمبيوتر عندك في اي فولدر او انك ترجعهم تاني على الموبايل على طول وتقدر كمان تختار عاوز ترجع كل حاجة او مثلا شات واحد فهتعمل اختيار الكل وبعدها هتختار الاسترداد الى الجهاز هيجهر لك القايمة دي هتختار منها اذا كان الواتساب العادي او واتساب الاعمال وهتقول له حسنا بعد كده هيبدأ البرنامج يرجع كل الرسائل والملفات تاني على مبايلك الاندرويد او الايفون وكده تكون تمت العملية بنجاح بكل سهولة معك طيب بالنسبة للاداة التانية الممتازة اللي بتخليك تقدر تنقل الواتساب بالكامل من جهاز لجهاز تاني عن طريق اي ترانسور فور واتساب ده برنامج مخصص لنقل الواتساب تقدر برضو تنزله من على الموقع البرنامج ده برضو نفس الشيء سهل وبسيط بخطوات سريعة وسهلة تقدر تنقل الواتساب بتاعك في خطوات كل اللي عليك انك هتوصل الموبايل بتاعك بنفس الطريقة اللي قلنا عليها في الاول وبعد ما توصل موبايلك بالكمبيوتر ويظهر معاك هتختار باقب علشان ترفع نسخة الواتساب على البرنامج وهيبدأ يحمل معاك وهيعمل نسخة من الواتساب بتاعك من الجهاز الاساسي ولما يخلص هيقولك انك تفتح اوبشن التحكم في المساحة عن طريق واتساب هتدي الواتساب من الاعدادات صلاحية بالتحكم في المساحة الداخلية بعد كده هتقوله ضن وهيكمل تحميل معاك لحد ما يرفع النسخة كلها كاملة وبعد كده هيقولك ان كده تمام ورفع نسخة اهتياطية من واتساب هتقوله ضن وهتلاقي النسخة اللي تحملت ظهرت معاك على البرنامج بالكامل وحجمها ظهر قدامك تقدر من هنا انك تحفظهم برضو على الكمبيوتر في ملف او فولدر زي ما انت عاوز او تعمل restore to device وتوصل موبايلك التاني بالكمبيوتر وتعمل restore لكل الملفات على طول على الجهاز ويرجع الواتساب بتاعك زي ما كان كامل بكل الملفات على موبايلك الجديد او التاني فالموضوع سهل جدا ووجهة البرنامج ممتازة وسهلة مفيش اي معقدات او حاجة صعبة ممكن تقابلك وده يمكن من اكتر الحاجات اللي عجبتني فيه بكل النسخ بتاعته المهمة قبل ما نخرج من الفيديو حابب اشكركم جدا على المشاهدة واتمنى اكون شرحت لكم البرنامج بطريقة واضحة وسهلة وكمان عاوز اقول لكم ان اي مايفون مدينا هدية لتلات اشخاص شهر مجانة من البرنامج تقدر تستخدمه براحتك والهداية دي هتكون لأكتر حد متفاعل على الفيديو اعمل شير ولايك واشترك في القناة واسيب كومنت علشان هاختار تلات اشخاص تكسبه شهر مجانة من البرنامج وهنعلن عنهم في الفيديوهات اللي جاية كمان ما تنسوش كود الخصم الموجود في الوصف تقدروا تستخدموه وتستفيدوا بالخصم وبرده هتلاقوني سايب لكم رابط الموقع معاه في الوصف او التعليق المسبق وبس كده شكرا على المشاهدة واشوفكم في فيديو جديد سلام